اشتركوا في القناة 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 هذه في برمجة حركة السيارة اول شي نبدأ زي ما تشوف عندنا سين او مشهد فاضي نسوي ارضية game object 3d plane نكبر نخليها خمسة والزي خمسة الضو نخفف الانتنسيتي الى فاصلة اثنين مثلا وبعدين نسوي مجسم السيارة تقدر اجيب سيارة من بره عشان نوريكم انه لأي درجة بسيطة الشغلة حتى بنسوي سيارة داخل اليونيتي فنسوي مكعب نرفعه هنا شوية واحد والزي نعطيه مثلا اثنين خمسة والاكس اثنين صار عندنا نجسم سيارة بسيط نرفعها كمان شوية فوق نسميها بادي وبعدين نعطيه بس ماتيريال جديدة او لون نسميها كار ونرميها على البادي ونعطيه اي لون بس عشان نقدر نفرق بينما بين الارض فمثلا لون احمر نحن خلصنا من البادي ونبدأ نسوي العجلات نسوي game object اللي هي بتكون العجلات نحط العجلة الاولى هنا مثلا وبعدين نروح من الاكس ونرفعها شوية اوكي قدمها كوان وبعدين نضيف اللي هو الويل كولايدر وهذا هو اساس السيارة ننزل لها شوية بس اوكي نسميها front right wheel يعني العجلة اللي قدام على اليمين نسوي لها duplicate command او control d ونسحبها لليسار وهذه بتكون اسمها FLW front left wheel ونختارهم الاثنين سوي duplicate ونسحبهم لورة الان هنا تقريبا وبعدين نغير بس ال F اللي بي عنها back اوكي عندنا الباك عندنا الفرونت طيب كذا خلصنا من السيارة وقبل لا ننتهي نسوي game object فاضي جديد command shift n او control shift n ونسميه car وهذا اللي بيكون فيه السكريبت نسحب كلها لا داخل البادي هذا بيكون عبارة عن مجسم فقط لا غير وعند الكار هنا نضيف ال rigid body بعد ما ضيفنا ال rigid body تقدر تشوفوا انه العجلات ظهرت حتى نقدر منسحبها قدام شوية اوكي تقدر تغير هنا بالعدادات ولكن اليوم ما بنلمس شي فيها اومم وزن السيارة مكتوب واحد نخليها 1500 خليها ثقيلة طيب لو شغلنا اللعبة جربنا بس نشغل اللعبة اذا لفينا الارض وسحبناها تحت شوية اوكي زي ما تشوفوا والعجلات تدور وتمشي يعني العجلات شغالة معنا ولكن ذا حين نبغى نتحكم بهذه العجلات بحركة السيارة نروح ندكار الـ Parent Object اللي داخلها الـ Body والعجلات نقوم بـ Add Component ونكتب Car Controller مثلا Create and Add ونفتح الـ Script نمسح اللي موجود هنا عندنا طريقتين إذا نبغى السيارة دفع أمامي أو دفع خلفي وبوريكم الطريقتين الطريقة الأولى إذا نبغىها مثلا دفع أمامي فنكتب Public Wheel Collider اللي هو حق العجل Wheel Collider فنحفظهم عن طريق Array نكتب Front Wheels مثلا بعدين عندنا أقصى سرعة فنحفظها في متغير من نوع Float Max Speed نعطيها قيمة مثلا بـ 500 وبعدين عندنا القيمة الثالثة واللي هي Steering أو اللف العجلة فنكتب Max Steer نعطيها 30 درجة مثلا كذا أخذنا المتغيرات اللي نحتاجها وبعدين نروح عند Void Fixed Update ونبدأ ببرمجة حركة السيارة نقول له Front Wheels 0 العجلة الأولى Dot Motor Torque قوة الموتور أو حركة الموتور تساوي ونعطيها أي قيمة ويشغل هذه العجلة بهذه القيمة ولكن نحن نريد أن نربطها بتحكم اللاعب فنقوم بمتغير جديد نسميه Motor Torque ونقوم بمتغير جديد ونأخذ قيمة Vertical اللي هي الحركة العمودية فوقه تحت أو WS ونضربها في السرعة القصوى وبعدين هنا نكتب Motor T اللي هي Motor Torque نقوم بمتغير جديد 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 نرجع نروح عند الكار كما تشاهدون صار عندنا فراغ جديد اسمه Front Wheels عجلتين نسحب ال Front Right قدام اليمين واللي قدام اليسار كذا سحبنا العجلتين اللي قدام فبيكون دفع أمامي تضغطوا فوق زي ما تشوف تتحرك السيارة تضغطوا تحت وترجع ورا أوكي طيب طيب عشان نسوي اللف عشان التلف معانا السيارة فنعيد نفس الشي ولكن هذه المرة بدان الموتر تورك عندنا شي ثاني لستير أنجل واللي هي درجة اللف فنسينا نتغير ثاني هنا ونسميه ستير أي ستير أنجل وبعدين ناخد قيمة الهوريزونتل اللي هي الحركة الأفقية يسار ويمين أو A و D ونضربها في الدرجة القصوى للف العجلات ونستبدلها هنا نكتب ستير A وهنا نفس الشي نغيرها لستير أنجل ونبدلها بستير A سيسايف ونرجع نشغل اللعبة سيما تشوفوا ماشا معانا بكل سلاسة طيب في مشكلة لو تلاحظوا بعد ما تتحكموا فيها ما توقف السيارة فعندنا طريقة ثانية عشان نوقف السيارة نقول F mathf.apps اللي يختار لأبسلوت القيمة المطلقة ونعطيها Get Access Vertical حركة العمودية ونأخذ القيمة المطلقة عشان اللاعب إذا ضغط فوق بتكون بواحد وإذا ضغط تحت بتكون بسالب واحد لكن نأخذ القيمة المطلقة بتعطينا القيمة النهائية من غير إشارات فبتكون كلها موجبة فإذا كانت القيمة المطلقة أكبر من 0.01 معناها نحن ضغطين ما زلنا نتحكم else غير ذلك معناها اللاعب ساب التحكم وقتها نقول له Break Torque يساوي 120 وهنا Break Torque برضه اللي هو الفرامل تساوي 120 عشان لما اللاعب يرفع يده من التحكم السيارة تبدأ توقف تبدأ تهدي ونأخذ هذه ونحطها هنا مرة ثانية أما إذا اللاعب ما زال يلعب فنخلي قيمة الفرامل بصفر سوف يسايف نشغل اللعبة أوكي قاعدين نمشي وزا حين راح يرفع يده يمكن نعلي القيمة كمان 22 دقيقة بس نكبر الأرضية كمان 15 في 15 نشغل اللعبة مرة ثانية برفع أدي من التحكم سيارة وقفت فانتوا يجلسوا بس اللعبوا بهذا القيم عشان تعطيكم النتيجة اللي انتوا حابينها وعادا عندنا برضه العجلات لو اخترناها كلها تضغطوا الشفت عشان تختاروا اكثر من شي وهنا عندكم الستنجز حقية العجلات تقدروا تلعبوا فيها وكل ما تغيروا شي يغير تماما طريقة تحكم السيارة وزو موقع تلكم يجرب الدفع الخلفي كمان فنقوم بتغير ثاني نسميه باك ويلز فهنا القوة الدفع نبدلها نخليها عند الباك نبدلها هنا ونبدلها عند البريكس فتصير العجلات اللي قدام مجرد للف نرجع مرة ثانية نرجع عند السيارة تشوفوا عندنا صار متغير جديد باك ويلز فنسحب العجلتين صارت عندنا نشغل اللعبة ونجرب وكذا صار الدفع من العجلتين اللي وراه هدي تهدي معنا أوكي وبكل بساطة هذا الدرس اليوم أتمنى أتمنى يكون جواب لأسئلتكم الماضية وإذا عندكم أي شؤال أو استفسار اكتبوه في الكومنت تحت ومعليش معليش على التأخير وكل طلبات الدروس الثانية اللي طلبتوها موجودة عندي في لسته أحاول قد ما أقدر أنزل اللي يقدر عليه شكرا 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 لدعمكم للقناة ودعمكم للدروس أتمنى أنها تكون مفيدة لكم وهذه ناتي الفيديو وإذا لم تكنوا مشتركين في القناة لا تنسوا الاشتراك عشان توصلكم دروس عن تطوير الععاب زي هذه أكثر وأكثر كام معكم عمر بالفقيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باركاته